اشتركوا في القناة اعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار ريان الدولي المحافظ لمنس يفتتح مبنى السلطة المحلية بالمنصورة ويترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمديرية جامعة سيئون تنظم لعضوية اتحاد الجامعات العربية كانت هذه ابرز العنوين واليكم التفاصيل اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزا ومواساة الى جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الامير فليب دوغ ادنبرا وعرب فخامة رئيس الجمهورية عن خالص العزا والمواساة بهذا المصاب الانيم لجلالة الملكة وللعائلة المالكة للشعب البريطاني الصديق استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكية الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز علاقات التعاون المشترك ومستجدات الاوضاع على الصاحة الوطنية في مختلف المجالات وناقش اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية رياض أليات تطوير مجالات الدعم المقدم لليمن في الجوانب التنموية وتحسين الخدمات الاساسية على المدى العاجل والمتوسط بموجب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وبما من شانه تخفيف معاناة الشعب اليمنية أكد الجانبان على أهمية تحديد أولويات الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة اليمنية بما في ذلك إعادة الإعمار وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشددا على المضيف استكمال تنفيذ اتفاق الرياضة والبناء على الجوانب الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية وحل أي خلافات عن طريق الحوارة عدم القبول بأي تصعيد يستهدف الاستقرار والأمن في المناطق المحررة كما أكد الجانبان عن مبادرة السلام التي قدمتها المملكة لأحلال السلام في اليمن تمثل مسار مهم لرفع معاناة الشعب اليمنية أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته في الضغط على ماليشيا الحوثي أدعمها في طهران للرضوخ للسلام تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المواققة عدن سير العمل في المركز الميداني لعلاج كوفيد ناينتين بعدن والتقى إدارته والعاملين والمرضى فيه سمع الوزير بحيبح من القائمين على المركز إلى شرح عن نوعية الخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمترددين عليه جملة الصعاب والمعويقات التي تعترض عملهم مواجها بتشكيل لجنة للتحقيق في الفيديو المسرد من قبل طبيب سابق بالمركز رفع بنتائجه للجهات المختصة لاتخاذ اللازمة أتفقد الوزير عدد من عنبر المركز الذي يتسع لثلاثين سريرا مثنيا على الدور الذي تطلع به الفرق الصحية العابلة في المركز والحس الوطني والإنساني لديها في مواجهة فيروس كورونا الذي حصد عدد غير قليل من كوادر الجيش الأبيض شارك سفير بلادنا بجمهورية مصر العربية دكتور محمد مارم في افتتاح معرض هلا رمضان للسلع والمواد الغذائية الذي نظمته الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة الذي شهد مشاركة المجلس اليمني للأعمال بمصر بعدة شركات يمنية وضم الجناح اليمني بالمعرض منتجات غذائية وسلع تموينية لشركات تتبع الجالية اليمنية بمصر وخلال طوافهم بالجناح اليمني استمعوا إلى الشرح من رئيس مجلس الأعمال اليمني محمد المجاهد وعضو الهيئة الإدارية للمجلس عمر بابطين إلى شرح موجز عن الشركات اليمنية المشاركة ومدى جودة منتجاتها أما قدمته من تخفيضات تسهم في تخفيف الأعباء عن الجميع توفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تنافسية تناسب الجميع وثمن السفير مارم دور الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيسها في تبني مشاركة الشركات اليمنية تحت بظلة مجلس الأعمال من المنتسبين للغرفة تقديم كل الدعم اللازم لهم من جانبهم عبر وزراء التجارة والصناع والتموين والتجارة الداخلية بمصر ومحافظة الجيزة عن إعجابهم بمستوى المشاركة اليمنية والمنتجات التي تقدمها بأسعار تنافسية وجودة عالية أكدوا ترحيبهم بالاستثمارات اليمنية في مصر وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحها رفع محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواركين فرج سالمين البحسني أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الشخصية التربوية والاجتماعية والفنية الأستاذ خميس سعيد علي الشاحة العكبري مستشار المحافظ لشؤور منظمات المجتمع المدنية أعرب المحافظ عن الحزن والأسى لرحيل الكادر التربوي والفني والشخصية الاجتماعية والرياضية الأستاذ خميس سعيد الشاحة بعد عمر حافل بالعطاء لخدمة مجتمعه أتقدم للمحافظ بأصدق التعازي والمواساة لسالم علي الشاحة نقيب الصحفيين فرحض رموت في وفاة ابن أخيه ولنجل الفقيد الدكتور محمد خميس الشاحة العكبري وأفراد أسرتهم وذويهم كافة سئلا المولى تعالى أن يشمل الفقيد بواسع رحمته وغفرانه يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان دشنت يوم الجمعة تسيير رحلات طيران عبر مطار ريان الدولي ثالث أكبر المطارات اليمنية بعد فترة التوقف دامت قربة خبسة أعوام التجين جرى لأولى الرحلات الجوية الداخلية لشركة الخطوط الجوية اليمنية من وإلى مطار ريان بمدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت وذلك أعقب فترة التوقف متكرر لتسيير طيران اليمنية لرحلاتها دامت زهاء خمس سنوات وتوقف العمل بالمطار وتعطل الرحلات الجوية فيه لعدة مرات ولأسباب فنية أوضحت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديمة عبد القوي أن إعادة افتتاح المطار وتجين شركة الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الداخلية عبر المطار تمثل خطوها ما في إطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل ضمن خطة تشمل أيضا إعادة تطوير مطار عدن الدولي بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أنية للمواطنين في حضرموت أنية للمواطنين في الوطن كله هذه البوابة المهمة الجوية التي هي ستمثل إضافة نوعية إلى مطار عدن الدولي ومطار سيون سيتمتعون الركاب بتسهيلات جدا ممتازة وريعة في هذا المطار بالأخص المرضى وكبار السن ورجال الأعمال وبكلمات أدقى أن هذا المطار ليس سيصبح سيلا للنقل بل سيسهم السمن كبيرا في التنمية في حضرموت والتنمية في الوطن بشكل عام فألف ألف شكر وتقدير وتحية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الذين كان شيخهم دائما يسألون أين وصلت يا محافظ في فتح المطار كان مسأة فتح المطار بالنسبة لهم سيما هو بالنسبة لنا أمرا مهم جدا وهو يتحقق اليوم ولذلك أنا نيابة عنكم نيابة عن كل المواطنين في حضرموت أتوجه بهذا الشكر للشيخ خليفة بن زايد ولو محمد بن زايد وأخوة الشيوخ جميعا في دولة الإمارات العربية المتحدة أدعم أمم وساندتهم لحضرموت والتخلص من الإرهاب وبناء البنية التحتية للمطارات والمواني وأيضا البناء في قطاع الصحة وقطاعات أخرى طبعا هذا اليوم يوم جديد في عملنا ويوم سعيد في عمل هيئة الطيران المدني أن يستعنف التشغيل إلى مطار الريان مطار الريان طبعا تم التدشين في 2019 وستمرت رحلات معينة وجاءت جائحة الكورونا وبعض الإجراءات الفنية أدت إلى توقف الرحلات إلى فترة ونحن سعدة اليوم أن تستانف الرحلات ويشغل المطار بكامل طاقته هذا يوم سعيد بالنسبة لنا وهناك جهود بذلت كثيرة ومتابعات من قبل القيادة السياسية مثل بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظ الله ورئاسة الحكومة الدكتور عبد الملك ووزارة النقل الدكتور عبد السلام وكثير من الجهات والسلطة المحلية المحافظ اللواء فرج البحسني كان له دور مساعد ومتابعة يومية إضافة إلى كادر المطار ومتابعاتنا في الهيئة الطيران المدني إلى جانب دول التحالف في هذا المقام يقدم لها جزيل الشكر على الدعم ممثلة في المملكة العربية سعودية ودولة اليمارات على الدعم المستمر والذي ينعكس في مجالنا نحنكها هي الطيران ومطاراتنا الرحلة اليوم بعد عنا وانتظار طويل تم عادة تشغيل المطار بعد توقف دام عدة شهور والحقيقة بفرحة عارمت عم أهلنا في حضر موت وفي باقي المحافظات التي يخدمها المطار طبعا مطار الريان يخدم خمس محافظات حضر موت وساحلها وواديها إضافة إلى مطار سيون طبعا هو محافظة السقطرة محافظة المهرة ومحافظة الشبوة فممكن نقول أن المطار ريان هو مطار المطارات تمام؟ والبواب الشرقي الجمهوري اليمني أحد مطارات الجمهورية اليمنية في السيادة والمكانة والموقع الاستراتيجي هو مطار ريان الدولي وهو مطار محوري وليس عادي محوري استراتيجي قال مصدر مسؤول بسلطة المحلية بمحافظة حضر موت إجراءات السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الروكين فرج سالبين البحسنيخ خلصت إلى اتفاق على شراء شحنتين بصورة إسعافية وعجلة حيث تم شحن السفينة بالومار والتي تحبل على متنها كمية ثبانية ألف وخمسمائة طن مازوات وستصل إلى المكلة في الحادي عشر من إبريل وتليها شحن أخرى يتم حاليا ترتيب لشحنها لتصل قبل نفاذ الكمية افتتح محافظ العاصبة الموقتة عدن أحمد حامد لملس مبنى المجلس المحلي لمديرية المنصورة الذي تم إعادة تهيله بكلفة إجمالية بلغت مئة وخمسين مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية وعقب الافتتاح ترأس المحافظ لملس اجتماعا للمكتب التنفيذي لمديرية المنصورة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات من قبل أعضاء المكتب التنفيذي في المديرية أشاد محافظ عدن بآداء قيادة السلطة المحلية بالمنصورة في الجوانب كافة مشددا على أهمية العمل بذات الوكيرة بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات والإرادات بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية ألفت إلى أهمية توفير الأمن والاستقرار للمواطن والعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء موجها بتكثيف أعمال النظافة وتسخير الإمكانيات والآليات في سبيل تحصيل المدينة ألفت لم نسئل أن قيادة المحافظات واجه عددا من المشكلات أبرزها الأزمات المفتعلة في مجال الخدمات لكنها تمتلك الصمود وثبات لمواجهة تلك الأزمات والتغلب عليها أكد محافظ المهر محمد علي ياسر خلال ترأسه اجتماع للجنة الأمنية على ضرورة رفع جاهزية كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بالمحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار وفي الاجتماع الذي بدأ بقراءة الفاتحة لروح اللواء الركن عبدالله منصور علي الوليدي قائد محور الغيضة قائد اللواء 123 مشاه إلى أرواح القادة والضباط العسكريين الذين فقدتهم المحافظة خلال الفترة الماضية وأشار المحافظ إلى أهمية قيام الوحدات الأمنية والعسكرية بالأدوار المنوطة بها وتطوير آدائها وتنميتها والرفع من قدراتها وكفاءتها الأمنية والعسكرية مؤكدا على ممارسة كافة الوحدات الأمنية والعسكرية دورها الأساسي والرئيسي في عملية ضبط وتعزيز الأمن شدد المحافظ بن ياسر على همية ضبط العمل الأمني بالمنافذ والمواني باعتبارها مصادر مهمة وحيوية ورافدة للمحافظة والدولة أجرى وكيل أول محافظة حضر موت الشيخ عمر بن حبريش العلي اتصالا هاتفيا بمدير عام مديرية دو عن سالم أحمد مانخر للإطلاع على أوضاع المديرية في الجوانب الخدمية والأمنية واحتياجات الكهرباء فيها على وجه الخصوص أوجه وكيل أول حضر موت باتخاذ حلول سريعة من خلال اعتماد كميات الوقود المطلوبة لكهرباء دوعا خلال شهر رمضان بما يحسن من برامج تشغيلها ويضمن لها الاستقرار من جانبه عبر بنخر عن شكره لتوجيهات وكيل أول محافظة حضر موت اهتمامه بمديرية دوعا مشيرا إلى أن ذلك يأتي مكملا لجهود محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثالية اللواء الركن فرج سالمين البحصة الذي وجه قبل أيام خطاما لوزير النفط والمعادن لتزويد كهرباء دوعا بكميات إضافية من مادة ديزل عبر شركة باترو مسيلة اطلع وكيل أول وزارة تربية والتعليم مدير تربية ساحل حضر موت جمال سالم عبدون على أوضاع ونشاطات الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء وفي اللقاء الذي حضره المدير العام لتربية الوادي والصحراء دكتور محمد أحمد فلهوم ومدير الإدارة العامة لمحو الأمية عائد صالح بدر بن مهري أشار الوكيل عبدون إلى الأهمية التي يحتلها جهاز محو الأمية وتعليم الكبار موضحا أن هذا اللقاء جاء بعد الاطلاع مسبقا على احتياجات الإدارة العامة لمحو الأمية والتي تب تقديمها لمحافظ المحافظة اسوة بما قدم من دعم لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالساحل أكد الوكيل عبدون اعتماد مركز نسائي للتدريب والتأهيل بمديرية حريضة إضافة إلى توفير عدد من الاحتياجات وخانات تعاقدية وإدراجهم ببرامج التدريب والتأهيل التخصصية التي تعتزم قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة تنفيذها في الساحل والوادي خلال المرحلة المقبلة دشان أمين عام المجلس المحلي رئيس لجنة طوارب محافظة شبو عبدرب هشلة توزيح 35 طن من التجهيزات الطبية وأدوات السلامة الصحية المقدمة من وزارة الصحة وسكان المحافظة لمساعداتها على مجابهة ومكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا وتضمنت التجهيزات وأدوات السلامة الصحية على أسطوانات تنفص صناعية وأسر الترقيد وأجهزات طبية متنوعة وأشرف أمين عام محلي المحافظة ومعه مدير عام مكتب الصحة وسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل على عملية استلام مئة أسطوان التنفص صناعي مقدمة من أبناء المحافظة المقيمين في عدن منها تسعين أسطوانة لمركز العزل الصحي في عتق وعشر أسطوانات لمركز العزل في عزان أعلن اتحاد الجامعات العربية عن انضمام جامعة سيئون إلى عضوية اتحاد الجامعات العربية جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين الافتراضية الذي احتضنته جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية عبر تقرية الاتصال المرئي الزوم ويأتي هذا القرار النتاج المتابعة والتواصل بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة سيئونة التعرف على الكليات التي تضبها الجامعة والمنشآت التأكد من استفائها جميع شروط ومعايير العضوية فحقيقة تعتبر قطوة مميزة نهني أنفسنا بها كجامعة وجاءت نتيجة لجهد أسرة الجامعة كاملة وأيضا لدعم ومؤازرة الخيرين في إنشاء هذه الجامعة ونهني أيضا السلطة المحلية التي لها دور مميز في إنشاء هذه الجامعة حقيقة ستفتح العضوية للجامعة أفاق أكثر في خلق شراكات أكثر مع الجامعات العربية وأيضا في خلق شراكات مع الاتحادات الجامعات الإسلامية والعالمية عبر الجامعات العربية ونحن والحمد لله لدينا علاقات ببعض الجامعات العربية واتفاقيات موقعة بجامعات عربية ومحلية نفذ مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع صاح الحضرموت عادل صعد الله اليماني نزولا ميدانيا للمراكز البريدية بمدينة الشحير وغلب وزير والشحر والحام والديسة الشرقية لتفقد سير عملية استلام معاشات المتقاعدين والوكلاء وأسر المتوفين وخلال النزول الميداني التقى اليماني عدد من المتقاعدين في المراكز البريدية مؤكدا أنه سيتم صرف معاشاتهم بشكل أسرع وبعيدا عن الازدحامات في المراكز البريدية تعد هذه الزيارة الثالية لتفقد عملية صرف المعاشات التقاعدية في كافة المراكز البريدية بساحل حضرموت تشهد مدن ساحل حضرموت جواء صحوة مستقرة ومع تفرق للصحب على فترات ورياح هدئة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة رطبا نهارا معتدلة ليلا وفي أرياف الصاحل والهضب الجلوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا معتدلة ليلا فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت جواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة ليلا والآن إلى حالة التقص ترجمة نانسي قنقر ختام نشر مشاهدين أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس الجمهورية يعزي ملكة بريطاريا في وفاة الأمير فليب دوك إدنبرا إعادة تشغيل رحلات الجوية من وإلى مطار ريان الدولي المحافظ لمنس يفتتح مبنى السلطة المحلية بالمصورة ويترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمديرية جامعة سيئون تنظم لعضوية اتحاد الجامعات العربية وبالتذكير بالعرويين مشاهدين الكرام نسل وياكم إلى ختام هذه النشرة حتى الملتقى دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة